أكد العميد ركن عدنان الحمادي قائد لواء 35 مدرع لأن كميات المواد المهربة التي تم ضبطها من قبل أحد النقاط التابعة لللواء تحتوي على أكثر من عشرة أطنان من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والتي كانت في طريقها إلى ميليشي الحثين الإنقلابية وأشار العميد الحمادي أن التحقيقات الأولية كشفت بأن هذه المواد يتم تهريبها عن طريق البحر عبر صيادين عملاء للميليشيا وتم تجميعها في بعض مناطق ذباب والوازعية وعدا كما أضاف بأن لمسات واضحة لحزب الله وإيران في تهريب هذه الشحنات التي تستهدف الشعب اليمني لتلاحظوا مدى الكارثة التي كانت ستحل بنا لو مرت هذه المواد التي اليوم شاهدتها وصورتها لدينا في اللواء 35 والتي تم إلقاء القبض عليها قبل المعابر باتقاه الميليشيات الإنقلابية باتقاه الدينا كانت متقهة لهم وهي آتية من عدة قهات عبر الساحل تم تجميعها في بعض الهناغر وفي بعض الأحراش في مناطق محافظة عدن وأيضا في مديرية ذباب يعني في ملتا وعبر مناطق من الوازعية الناس المعاقين والقتل التي راحوا في العبوات والتفقيرات والألغام التي تجيدها الميليشيات الإنقلابية هي الناتق عن هذه الخبرات وهذه خبرات حزب الله خبرات إيران لمساتها المواد قات عبره اشتركوا في القناة